اللي حصل في سينة خلال العشر سنة فاته دول ايه؟ احنا بنتكلم في الاعلام ونقول فيه طرق وفيه البنية تحتية وفيه مع شرعات مية فيه اندية وفيه بيوت بدوية وفيه مشرعات زراعية وفيه كذا بنقول لكن لما يجي الكلام منك انت وانت عايش هناك انت ملح الارض الكلام ما يختلف فبكل التأكيد يعني سيادتك الحاجة موجودة على ارض الواقع احنا متكلمش في حاجة احنا بنشوف الحاجة بتتفتح بطلنا نشوف حاجة الاساسي بديه لأي مشروع اختفت فكرة الواقع حاجة الاساسي احنا بنشوف مشاريع عملاقة بتتم ويتم افتتاحها وتدشينها صحيح صحيح لأول مرة اقسم بالله انا باتكلم حقيقي يعني في كل محافظات الجمهورية على فكرة وليس فيه سيناء النهاردة لما خمس انفاق يعبروا من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق شرايين حياة في سيناء كان عندنا نفق الشهيدة احمد حمدي النهاردة فيه خمس انفاق ناقف اكتاحي مصر ويوليو في بورسعيد دون سيادتك ربطوا خمس دهائي انها قد يصير مبارح انبارح السواء بنفسه في الاحتفالية قال انا كنت بقعد ثلاث ايام 72 ساعة عشانا عدي من الشرق للغرب والعكس النهاردة بعدي في خمس دهائيه خمس دهائيه ده انجاز يعني غير مسموك مساك النائب انا مبارح كنت بره بره مصر يعني فقعد مع حد من الناس المفكرين يعني فبيقول لي مكنيش في حاجة في مصر العاصمة جديدة وبعدين بيقول لي الموضوع اللي ما خادش حقه عندكم كنتم مقصرين فيك اعلام ومقصرين فيك ناس نخب يعني ايه يا سيدي؟ قال لي الانفاق في قناة السويس الانفاق اللي غيرت جغرافيه مصر الانفاق دي انتو مددهاش حق انتو ظلمتوها وظلمتو الراجل افكر فيها وظلمتو انجاز بهم جدا فقط وبعدين دول اتعملوا في زمن قياسي سنتين كل نفاق تم في سنتين يعني الخمس سنفاق اتعمل في سنتين كل ناسياتك المشروع بيقعد عشرات في السنين عشان بيتعمل الحكومات اللي بتتغير وهو لسه بتعمل ده اثر على حياة الناس زيها اتحثر على حياة الناس النهاردة الناس بتعدي من الشرك للغرف في سهولة ويسر فيه طبعا مفيش كشف على طول الانسان بيسلم لو فيه حد بتكشف الامنية خلال خمس دقايق عشر دقايق كله بتكشف الامنية النهاردة فيه كل البضايا والخمات بتاخد السيناء بتخرج منها فيه تطوير دلوقت بيتم على اعلى مستوى فيه ميناء العريش البحري ليضاهي ميناء دمياط وميناء الاسكندرية النهاردة فيه اكتر من 3000 كيلو متر معمولة على احدث المقاييس العالمية ديت سيادتك شبكات طرق ربطت كل مدن محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء فيه النهاردة محطات تحليق مياه محطات كهرباء فيه مدن مدينة رافح ومدينة السلام ومدينة شرق الاسماعيلية سيادتك فيه جامعة العريش بكل الكلات اللي فيها فيه جامعة ملك سلمان فيه جنوب سيناء فيه جامعة السلام شرق التفريعة فيه منطقة الشهداء في بئر العبد فيه مدينة بئر العبد الجديدة اللي هتتعمل فيه عندنا تجمعات تنموية بتتم سواء في وسط سيناء وفي جنوب سيناء 18 تجمع فيه جنوب سيناء وفي وسط سيناء فيها كل الخدمات اهل سيناء حاسين بكل الكلامنا طبعا طبعا بكل تأكيد سيادتك اهل سيناء احنا دائما وابدا اللي اتحرمنا منه اه اتحقق واحنا بنطالب بالمزيد من الانجازات ده شجعنا ان احنا برضو نطلب ونكرر اكتر لانه ايه الحديات تمت على ارض الواقع وعندما تتوافر الارادة السياسية القوية للتنمية والتعمير سك تماما ان احنا وفقين في هذه القيادة اللي ان شاء الله المشاريع والله يمكن هتخدم ابنائنا واحفادنا لعقود من الزمان مش عشر سنين مش عشر سنين مشاريع قومية بمعنى الكلمة النهاردة بتخرق فرص عمل بتجزب اسكسمرات ده خط السكة الحديث سيما قال سيادة الشيخ عبدالله ده سيادتك مش من الانطارة للعري من بير العب ده الانطارة المرحلة التانية للعريش لطابة سيادتك هتربط الشرق بالغرب بحر الاحمر وبحر الابية احنا عندنا شمال سينا سيادتك فيها ثروات تعدينية واقتصادية وزراعية وسياحية لو استغلت الاستغلال الامتس هتكون قاطرة التنمية لمصر بالكامل لطابة سيادتك فيها ثروات